من جديد صباح الخير لكل متابعين ولكل نضموا لمتابعة هذا الصباح وصلنا معكم هلأ لفقرتنا الرياضية ورح نتعرف على آخر الأخبار الرياضية وأخبار الملاعب مع الزميل محمد حسيبة صباح الخير محمد صباح منور ليلا الحمد لله على السلام الله سلمك يا رب محمد بداية خبر مفاجئ طبعا خبر المدرب نادي الفيسليني بوتشا واللي هو التحق أو فيه له عرض من الزمالك وعقد مع الزمالك والزمالك أعلن عن قيمة هذا العقد كمان احكي لنا عن هذا الموضوع عن المفاجئة كمان اللي كانت لجمهير نادي الفيسلي يعني بالتأكيد الكل تفاجأ بخبر رحيل مدرب نادي بوتشا عن نادي الفيسل للزمالك ولكن بجوز الاشي اللي هو كان متوقع انه كان هذا الامر ممهد يعني خلينا نحكي انه مش امر وليده الصوت وخصوصا انه الزمالك أبدو رغبته بضم نادي الفيسل في البطولة العربية واللي خرج منها الفيسل المباراة النهائية كوصيف لبطولة عندي الأبطال العربية فبالتأكيد هاللمفاوضات استمرت على مراحل وكان فيه هناك خيارات أيضا مطروحة على نادي الزمالك ولكن بالنهاية استمروا استقروا على نادي الفيسل خلينا نحكي بجوز هي النقطة اللي اكدت بجوز لبعض المتابعين او اللي بقرأ ما بين السطور موافقة النادي الزمالك على مواجهة الفيسل في ثلاث أيام العيد في اتزال حسون الشيخ مما اكد انه هاي كانت ضمن اطر المفاوضات اللي على التعاقد مع المدرب نبوتشا يعني لو نطلع لها منطقيا من المستحيل انه إدارة نادي تقرر صباحا التعاقد مع نبوتشا والمدرب يصل مساءا الى القاهرة لتوقيع العقود انها هاي الامور جرت خلال ساعات قليلة فباعتقادي انه هذا الاشي تم خلال ايام اسابيع كان فيه ترتيب يعني كان فيه ترتيب وكان فيه اتفاق وبالتأكيد انه الفيسل خلال ايام الماضي رفع قيمة الشرط الجزائي لنبوتشا مما انه كان هناك فيه حس له انه نبوتشا رح يقادر في اي لحظة وهايذا كان من إدارة النادي الفيسلي حتى انه يعوض رحي لنبوتشا ببعض المبالغ المالية اللي ممكن تساعده على استقطاب مدرب اخر ولكن الزمالك اللي اعلنوا انه نبوتشا رح يقود الفريق لمدة موسمين براتب يصل الى 42 الف دولار شهريا ومقدم عقد ثلاث رواتب رح تكون بالاضافة الى المكافآت والحوافز يعني بجوز الرقم هذا الاعلان الرسمي ولكن فيه هناك ارقام ستكون من تحت الطاولة المدرب نبوتشا وخصوصا انه ممكن راتبه يوصل الشهر في نادي الزمالك الى 70 الف دولار في حال انه تم الاتفاق على كافة بنود التفاصيل ما بين الطرفين بس احنا وشرط الجزائي الشرط الجزائي هم اعلنوا انه المدرب حيتحمل النصف والنادي الزمالك رحيتحمل نصف الشرط الجزائي اللي قيمته 125 الف دولار فباعتقادي انه الزمالك رحيتحمل كامل الشرط ولكن هناك بعض الاخبار اللي بتطلع للعلام عشان يخففوا الغضب الجماهيري سواء من جماهير النادي الفيصلي او عن طريق نادي الزمالك انه نتعاقد مع مدرب جوز نبوتشا ما له هديك السمعة بالعالم ولكن هو له السمعة بالوطن العربي مؤخرا مع النادي الفيصلي في ست شهور حقق مع الفيصل بطولة الدورة والكأس وكأس الكؤوس وصيف دور أبطال العرب اعتقادها السيفي كافية حتى انه يحصل على الكامل الثقة نعم الاندي العربي انه قد فرق كبير في هذا الوطن العربي طبعا كان الاعلام المصري صباق في اعلان هذا الموضوع عن طريق نادي الزمالك صحيح يعني بالتأكيد المفاوضات جرت عن طريق نادي الزمالك ومنعرف احنا انه الفيصل ما اصدر اي اشي رسمي الا بعد النهاية التفاصيل يعني ممكن الفيصل كان يصدر مبكرا ولكن في حالة انه الامور ما صارت بالاتجاه الصحيح ممكن هاي تكون الناحية سلبية على الفيصلي ولكن احنا بدنا نحكي انه نبوتشا بجوز من المدربين رح نفتقدهم لانه هو اعطى طريقة لعب خاصة بالفيصلي نفتقدها منذ زمن بالكرة الاردنية ولكن احنا مأساتنا لازالت تستمر بعنادي الزمالك اخذ مننا خالد ساعد بداية قبل عشر سنوات وبعدها حسام حسن والان يأخذ مننا نبوتشا بس دائما احنا كمان عم نجيب اسماء فشو الخيارات برأيك المطروحة امام النادي الفيصلي لستقطاب مدرب جديد شوف الفيصلي هو مبارح بعد ما اعلن رحيل نبوتشا اعلن انه ايضا انه هناك فيه مدرب على سوية عالية هو الاغلب رح يكون مدرب اجنبي من القرى الاوروبية فيه هناك كانت اسماء مطروحة على ادارة النادي الفيصلي منها المدرب السرب دراغان اللي ضرب الوحدات سابقا وايضا فيه هناك احد المدربين اللي نسب فيهم نبوتشا مدرب منتونيقري صديق الو اشعت فيه انه هذا مدرب على سوية عالية فباعتقادي انه فيه الخيار الاجنبي اولا لنادي الفيصلي ومن ثم ينتقل الى الخيار المحلي في حال انه ما قدر يتعاقد على مع احد المدربين الاجانب بجوز الوقت اللي خرج فيه بواتشا هو وقت صعب بداية موسم بلش الموسم بلشت المنافسات فهو الان ببحث عن حل سريع انه مدرب يتأقلم بسرعة مع فريق النادي الفيصلي وخصوصا انه الان كل الجماهير الفيصليوية تطمح للانتصارات دائما باتت بعد النتائج اللي حققوها مؤخرا في البطولات المحلية وبطولة الاندي العربية نعم حكينا عن المنافسات التي ستكون على الصاحة المحلية في الفترة القادمة يعني احنا الآن المرحلة المقبلة امامنا مبرايات المنتخب الوطني مع المنتخب البحريني ومن ثم منتخب افغانستان في تصفيات كأس أمم آسيا باعتقاد هدول مبارتين رح يأخذوا مع البحرين وديا رح تقام الامبرا يوم غدا الثلاثاء قبل ان يكون منتخب العمام باعتقاد هدول مبارتين جز يأخذوا جل اهتمام الشارع الرياضي المتابع للشأن المحلي ولكن يعني امبرايات افغانستان ليست مخلقة بالدرجة الكبيرة بالاضافة انه بعدها رح ينطلق قطار الدوري المنافسة الاهم رح يكون فيه هناك متابع وشغاف وخصوصا انه فيه امبرايات قوية رح تكون في البداية الفيصل والجزيرة الفيصل والوحدات في الأسبوع الثالث كلاسيكو من اليارة الثقير رح تكون خصوصا من الفريقين بنتظر الشارع الأردني دائما والفريقين مشكلة انه الفريقين في اعلى مستوى لهم يعني الآن احنا من نيكي عن حماس دائما كنا نتطلع على امبرايات فيصل وحدات في السنوات الماضية كانوا بمستوى فني أقل من المستويات اللي وصلوها هلأ اللي متعودين عليها اليوم الفيصل في قمة عطاءه الوحدات مداجج بالنجوم في قمة عطاءه فبأتقادي أسبوع ثالث رح يكون حامي في دوري محترف بالأمس كان في عدة لقاءات على الساحة الكروية الأوروبية كان طبعا فوز ليفربول على أرسنال برباعي وكما عندك تعدو ريال مدريد وفالنسيا حكيناك مجد فوز ليفربول أكتر ايش المشعد فيه لتألق اللاعب المصري محمد صلاح يسجل احداثنا احداث في هذا اللقاء هذا اللاعب اللي عم بخلينا نتابع الدورة الانجليزية بشغل في اللاعب المصري بالتأكيد كل وسائل الإعلام بارحة شادت فيه وإن شاء الله يعني نشوف كمان لاعبين عرب على سوية محمد صلاح في هذا اللقاء واللي هو بات علامة فارقة في الدورة الانجليزية وصعب إحنا بنعرف أي لعب عربي يتأقلم مع الدورة الانجليزية اللي بتمتع بالخشونة والقوة والسرعة وبجوز اللاعبين عرب جربوا كثير وقبله بجوز المصري حسام ميدو جربنا نجح بهذا الدورة ولكن اليوم عم نشوف محمد صلاح أحد النجوم البارزين في هذا الدورة إن شاء الله يستمر باعتقاد الخسارة هاي بجوز تروح ذنقر من أرسنال لأنه مع أنه صارلوا عشرين سنة متواجد مع الفريق وبخسر ما بروحه ولكن هاي بجوز تكون الخسارة الأخيرة إليه وبجوز ريال مدريد بارح من أرواع المباريات رغم إنها التعادل 2-2 أسينسيو كان نجم بلا منازع الآن بلشت المقارنات بين أسينسيو ورونالدو بعد المستوى اللي بقدم الرائع أسينسيو في مع ريال مدريد باعتقاد التعادل مباراة مثيرة ولكن خسارة أول نقطتين أم تعطي حافز لنادي برشلوعة وعمره صغير كمان بالتأكيد يعني هذا اللاعب بتوقع إذا زيدان ما أعطى فرصة الكاملة سنخسر موهبة كبيرة يعني بجوز إذا بسيرجع رونالدو باستقطبه نادي تاني الآن هو رونالدو بغيب على المباريات بسبب الحرمان متوقف هو 5-4 مباريات أو 5 مباريات نعم بلعب أسينسيو فإذا رجع رونالدو للمباريات وأجلس أسينسيو على مقادر الاحتياط وأتقدر سنخسر متعة كبيرة في عالم كرة القدر نعم طبعا هلا دائما نسمع في عالم الرياضة عن ملايين وعن مصاري وصفقات ولكن نزال الملايين اللي صار طبعا أول مباريح كان يعني كتير رائع وعب كل صفحات التواصل الاجتماعي صفقة ما بين ملاكم أو هي لعبة ما بين ملاكم أمريكي وملاكم إيرلندي طبعا وهم كنا نحكي بملايين يعني 1-500 مليون و 1-100 مليون مزبوط يعني هي شوف يعني بجوز مبارح الكل كان يتابعها هي فجر مبارح مع أنه مش من عشاق الملاكمة لا بس المصاري الملايين المصاري هي جمهرات الناس خلف شاشات التلفاز وأنه اللي بتفرج ما مش طالع له من الجائزة ولكن بدي يعرف لمين دي يروح تقريبا ما يقارب المليار دولار للفائز يعني بجوز أنت بتحكي الخاسر أخذ بس 100 مليون ولكن الفائز الجائزة المالية مع الجوائز الأخرى الحوافز اللي هي الألماس والدهب والآخره وصل حوالي 800 مليون 900 مليون دولار فاعتقادي هذا المبلغ خلال ساعة زمن أنه حصل على حتى أقل من ساعة لأنه ضربة قاضية هو الملاكم الأمريكي أمريكي ويدرد هو اللي جاب هذا اللقب ولكن الأرلندي تحدى ما ضربة ولا ضربة يعني كل اللي تابع هذا اللقب هو راح أخذ 100 مليون بس بكفي هو رايح عارف أنه راح يأخذ 100 مليون يعني بالتأكيد الملايين بتحرك الأرواة باعتقادي أنه هاي المبلغ بجوز كان مبالغ فيه أنه تم رصده ولكن الكل تابع شا ويدرد يعني شوفنا كثير مثلا في كان معاه مقابل لما خلص النزال فكان عم بيسأله المذيع بيقول له أنه أنت يعني معروف عنك أنك بتحب المصاري بس وأنت أعلنت أنه هاي آخر مباراة راح تعملها فإذا إجاك عرض مالي تاني زي هذا مغري هل ممكن أنك تروح فهو نفت طبعا هذا الموضوع لا بروح أكيد بروح أنا بقول بروح يعني ليش ما يروح التأكيد يعني مبلغ مالي زي هيك مستحيل أنه يفرط فيه ولكن إحنا كنا بنتمنى أنه التنافس على هيك مبلغ يكون منافسة أقوى يعني شوفنا مباراة 50-0 خلصة النتيجة يعني بالتقادي ما كان فيه هناك مقارنة ناس ضلت صاحية للصبح تستنى مش عشان تتفرج على روبع ساعة وتنام كنا بنتمنى يكون فيه هناك لاعب ند أقوى من اللاعب الإرلندي للبطل الأمريكي في هذا اللقاء سأخذ تحيز كتير كبير هالملاكمة يعني اللي صارت ترجمة نانسي قنقر